الحقيقة تتواصل فعليات معرض قاهرة الدولي الكتاب في دورته الـ 54 بحضور كبير جداً قبل المواطنين ومن مختلف الفئات العمرية كمان اليوم أدى جمهور معرض قاهرة الدولي الكتاب صلاة الجمعة بحضور خطيب من الأزهر الشريف وظهرت الصور مدى الإقبال الكبير على المعرض واللي بيعتبر عيد للقراءة للمصرين خلينا زي ما احنا بنتابع مع حضراتكم كده في الصور شايفين الإقبال ده طبعاً خطبة الجمعة وإقبال كبير جداً الحقيقة يمكن الشباب ده زي ما كنا لسه بنتكلم في البداية أنا وزملائي إلهام ومصطفى يمكن كل سنة بيجي معرض قاهرة الدولي الكتاب بفكرنا إن شبابنا لسه عنده نهم للقراءة مهتم بالقراءة مهتم بالثقافة بيجي كمان السنة دي بفعاليات كتير جداً بقى إن كانت ندوات ثقافية موجودة من مختلف الحقيقة بقى يمكن القراءة عفواً الكتاب والمخرجين والفنانين اللي كانوا موجودين هناك فيه بنشوف هناك فيه مصرحيات موجودة فيه سينما فيه كمان جراح مخصص للأطفال كل مرة بنلاقي إنه إقبال بيزيد كل يوم عن اللي قبله طبعاً الفعاليات مستمرة حتى يوم 8 فبراير بدأت الفعاليات 26 يناير مستمرة لغاية 8 فبراير وزي ما إحنا دايماً بنقول بنخاف إن إحنا شبابنا يكون باعد شوية عن القراءة القراءة ما بقاش لها مريضين يمكن الناس الكبار شوية هم المهتمين بالقراءة لكن لا بيجي معرض القيارة الدولي الكتاب بيؤكد إن شبابنا مازال مهتم بالقراءة عايز لسه يمكن محتوى جيد يشده محتوى إن كان عن تاريخ بلده ومحتوى علمي محتوى فني أياً كان المحتوى لسه الإراية لها مريدينها والأهم واللي بيطمننا إنه من الشباب